مساء الخيرات من سنة 2008 من سنة ما طلع هذا القانون وهو تحول بقدرة قادر بعد ما كان إلزامياً وبتحصل في إجراءات إلى إجراء شكلي بتروح تضربي ورقة وتجيبيها من أي مركز طبي من أي بتاع بتتفع 20 جنيه وتروح جايباهم الدماء والموضوع بتعتقدي أن ده لأن الناس مش مؤمنة بالعلم ولا الناس عشوائية ولا الناس بتقول جايز نكتشف حاجة مش حلوة خلي الدنيا مقفلة كده ونجوز الواد للبت ونخلص التالت يجي بعدها على طول إنها مش مؤمنة بالعلم يعني فكرة إيه إن إحنا طول الوقت خايفين لاب عندنا مفاكة وتشوف ده قوي لما تيجي تعمل الكشفات مثلا مبكرة عن السرطان سواء عند السيدات أو الرجال كان هاري السود لحسن يحصل حاجة ما تفوليش على نفسك ما تفوليش على نفسك طب ما هو لو حصل حاجة لو كل ما اكتشفنا مبكرا كل ما بنقدر نسيطر عليه بس الناس بتتشائم يعني جزء منه خوف وجزء منه عدم إيمان بلاي فبيتشائم ولكن ندخل النفسي وكأن أنا عارف زي كده تفكير الأطفال اللي يقف وراء السطارة بس أنت شايف جسمه كله طالما هو مش شايفك هو متخيل إنه هو إن أنت مش شايف فأنت مستخبم المرض وراء السطارة في حين إنه ممكن المسائل تبقى بسيطة أوه وبنشوف ده مش بس في الفحص المبكر بتاع الزواج لكن بنشوفه أو كنا بنشوفه أكتر في موضوع كشف النظر والطب والبطنة والبطنة بتاع الرخص علشان كده الدخلية قالت لك عندي هنا نقلت وقالت لك لا ده عندي بدكاتريتي بالمركز الطب لا إنه ممكن بيتعامل مع شهادة جاية له معتمدة بالضبط هو شهادة جاية معتمدة الناس مش رابطة ما بين إنه أي ورقة طلعة مختومة هي ورقة مزورة وهي جريمة التزوير طول ما أنت ما عندكش فكرة كمان تطبيق القانون بمعنى إنه اللي كان بيجيله الرخصة ورق الرخصة ويلقي ورقة هو ما عندهوش آلية تسبت إن الورقة دي مزورة ولا لأ لا وفي الغالب كانت فيه مستشفيات الحاجات اللي كانت في الزوايا وفي الجوامع بتضربها بتروح تدفعها عشرة جنيه وتاخد الشهادة طبعا بتضربها جدا ماشي وبتديك الخطم الرسمي مظبوط لهم هنا مش تزوير هنا جريمة أخرى يعني ما هي جريمة أخرى بس خد بالك هي ده علشان قطاع خاص نبتعتبرش تزوير في محرر رسمي لكن المصيبة السودة إنها تطلع لك من الوحدة الصحية التابعة لوزارة الصحة وكانت بتحصل زماني بتحصل طبعا فوزارة الداخلية خدت بالها من الموضوع ده فقامت نالت للمراكز الكشف جوة هو إدارات المرور إدارات المرور فمتحكمة فيها ودي خطوة إيجابية طبعا اللي حاصل بقى دلوقتي إن انت موضوع الكشف المبكر مين اللي بيرائب عليه هو ورقة بتروح للمأزون المأزون ما عندوش آليات التثبت إن دي مزورة ولا مش مزورة ولو عندو آليات التثبت بيقولك في الآخر أنا مش هبوز الجوازة على كلام فاضي طول ما دمغنا متجهة الفكرة إن أنا هبوز الجوازة مش هصلح الجوازة لازم الناس تدرب الشهادة طيب إيه دي نقطة المهمة أنا آسف أنا آسف جدا بس هي القضية بس مش إنك تخاف من القانون القضية إنك تعرف مصلحة بالزبط ما هي مصلحة الكشف المبكر لإن إحنا عندنا حكايات أنا عرف حكايات يشيب لها الولدان نريرة وخاصة في زواج الأقارب صحيح وفي الريف وفي الصعيد عندنا بتبقى المسألة حساسة جدا عيب نتكلم في ده الواد اللي بنت عمه بنت خالتك لي فالموضوع منتق ما إحنا هنجوز الواد والبيت على فكرة وبنت عمه وبنت خالته كل حاجة هو الفكرة الأساسية إن الناس متخيلة إنها هتبوز الجوازة مش هتصلح الجواز فحين إن الكشف المبكر ده بيصلح الجواز يعني لو أنا عندي اتنين ومرتبطين عن حب والمولع في الضرة ما عندناش أي مشكلة على فكرة موكب وقرايب ممكن يبقى بينهم مشاكل جينية هنا بنقول المشكلة الجينية فين وتتحل يعني في بعض بعضها ممكن يتحل طبعا لأن انت مثلا عندك اتنين موكب وش قرايب خالص ما لهمش علاقة ببعض ويتجاوزوا ما يخلفوش من بعض خالص دي حالة منتشرة جدا في المجتمع المصر وكل واحد يروح يتجاوز يخلف كل واحد يروح يتجاوز يخلف من حد تاني في حين إن القصة لها علاقة بتركيبة الدم وليها علاقة ببعض العقاقير اللي ممكن تتاخد قبل الحمل نفسه فتخليهم يعرفوا يخليه من بعض دي مثلا من الحاجات في حاجات لها علاقة بالجينات يعني في ناس برضو طبيعة الدم تخلي كل الحمل الزكور يموت والحمل الإنس يكمل دي برضو من الحالات المشهورة في الجوازات في حين برضو لها علاقة بتركيبة الدم الأم مع دم الأب نوع من الأمراض بيسموها حساسيات مش عارفة بحر متوسط على مش عارفة إيه علي كل دا النهاردة أصبحت له علاجات لكن الأهم إنه يكتشف عشان كده فكرة الكشف المبكر للناس في الغالب متخيلة إنه ممكن يبوز الجوازة هو في الحقيقة هيصلح الجوازة ويضمن مستبل أفضل للاتنين شكرا للمشاهدة